زي ما كنا نتكلم مع حضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة عن نزلات البرد وزي ناخد بالنا ان احنا ما نصفش بنزلات البرد اللي بتظهر كمان مع تغيير الجو وزي نقدر نحنا نقوي الجهاز المناعي خصوصا عند الاطفال زي كمان نقدر نحمي نفسنا من الاصابة بنزلات البرد خلونا نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل اكتر مع ضفنا اللي منورنا النهاردة في سيديو صباح الخير يا مصر الدكتور اشرف عقبة رئيس قسم المناعة السابق بجماعة عين الشمس صباح الخير على حضرتك صباح الخير عليكم على سيد المشاهدين ايه اسباب انتشار نزلات البرد اللي من اللي فاته دول بشكل كبير بشكل مكسف شايفين يعني اصابات كتير قوي بالانفلوانس مع تغيير درجات الحرارة ودخول فصل الخريف والشتاء بتزيد طبعا الفيروسات المسببة لأعراض البرد والانفلوانس حقيقة احنا عندنا مجموعة كبيرة من الفيروسات المسببة للأعراض دي في عندنا الرينوفيروس والأدنوفيروس الأدنوفيروس ده اصبح معروف دلوقتي لانه كورونا فيروس او الكورونا فاكسين اللي اتعامل كان بيتعامل اعتمادا على فيروس الأدنوفيروس كمان الانفلوانزا والبارا انفلوانزا وكورونا فيروس واخيرا بقى هو الفيروس التنفسي المخلاوي اللي بدأ الكلام يزيد عليه في الفترة الاخيرة كل الفيروسات دي بتسبب أعراض شبيهة بأعراض البرد والإنفلوانس اللي هي بيبقى فيها ارتفاع في درجة الخرارة وسائلان الأنف واحتقان الحل وكح لكن أنا عايز أقول أنه فيه كمان بعض المسببات لنفس الأعراض ممكن ما تكونش عن طريق الفيروسات ممكن تكون عن طريق بعض الأدوية وخاصة مثلا الأدوية المناعية اللي احنا بنتيها المرضى اللي بتعاني من أمراض المناعة الذاتية أو ساعات الأورام أو الناس اللي بتعاني من السرطانات وغير كمان فيه ميكروبات ممكن أنها تسبب أعراض في الجهاز التنفسي علشان كده موضوع الأعراض اللي احنا بنشوفها المسببات لي أكتر من حاجة وطبعا مع دخول فصل الخريف والشتاء بيزيد أن الناس تبقى متواجدة في أماكن مغلقة وممكن يكون بينهم مصاب وده طبعا بيسبب نقل العدوى لغيره وخاصة في الأماكن اللي فيها تجمعات زي مثلا في المدارس وعلشان كده الأطفال بيبقى فيهم إصابات كتير أو الناس اللي بتبقى متواجدة في أماكن فيها زحام وممكن تكون غير جيدة التهوية برضو إذا كان في وسطهم مصاب ممكن أنه ينقل العدوى لأنه هنا العدوى بتيجي عن طريق الرزاز أو الهواء وبالتالي استنشاق الهواء اللي هو في الفيروس أو المكروب ممكن أنه يسبب إصابات لآخرين طيب دكتور رحيم كان زي ما حدقت حدثت فعلا كان فيه يعني منشوف دلوقتي فيه ناس كتير جدا مصابة بنزلات البرد زادت قوي نسبة الإصابة بنزلات البرد بس كمان حتى حدة الإصابة بقت شوية قوية بقت شوية مرتفعة فيه كمان أعراض شبيهة شوية بنزلات المعوية فالناس مش عارفة هل ده كورونا هل ده إنفلونزا ده إيه؟ كلينيكيا الحقيقة من الصعب شوية تفريع بين المسببات وخاصة من الفيروسات لأنه زي ما قلت هي كلها بتشترك في أعراض تقريبا واحدة لكن إحنا بنقول إنه إذا كان فيه اشتباه إحنا بنعمل إجراءات تانية علشان نتأكد من التشخيص والإجراءات دي فيه يعني تهيالي في جائحة كورونا الناس خلاص بقت حفظها فمثلا عندنا الأشعات اللي إحنا بنعملها علشان نتأكد إذا كان فيه إصابة في الشعب الهوائية ولا هي إصابة رقوية لأن الإصابات الرقوية بتكون أكثر حدة وأكثر في الأعراض بتاعتها بيبقى فيها ارتفاع جامد في درجة الحرارة ودي في التنفس وسرعة في النفس نفسه وممكن كمان يقل معها الأكسوجين ودي علامات بتخلينا فعلا نلجأ إلى بعض الفحوصات الأخرى كمان استخدام البي سي آر البي سي آر ده نوع من التحليل بيقدر أنه هو يحدد نوع الفيروس المصيب للأعراض وبالتالي التحليل ده بنقدر برضو أن احنا نطلوبه في حالة الشك إذا كان ده بيعاني من مشكلة أو لا بنقدر كمان أن احنا نقيم كلينيكيا بقى شدة الإصابة وحدتها عند الشخص يمكن طبعا إحنا كلنا بقينا عارفين دلوقتي أنه فيه ناس هم أكثر تضررا عند التعرض للأعراض دي وبالتالي علينا دايما الحفاظ عليهم زي ما قلنا أن الأطفال وكبار السن اللي هم extreme of ages يعني دول بيبقوا عرضة للأعراض الشديدة وبالتالي علينا أن احنا نتخلى بقى عن عادات أصبحت دلوقتي بتسبب مشاكل زي مثلا تقبيل الأطفال وده ممكن أنه ينقل لهم العدوى بسهولة وخاصة أنه جهاز المناعي بتاعهم مش بيبقى مكتمل بأنه هو يقدر يقاهم الإصابات دكتور أشرف إيه قصة الفيروس المخلاوي لأنه المصطلح ده بدأنا نسمعه كتير اليومين اللي فاته هو الفيروس التنفسي المخلاوي هو فيروس موجود من بدري يعني عارفينه علميا من زمان وهو طبعا شائع وبيحصل إصابات منه في فصل الشتاء في جميع أنحاء العالم يعني ما هواش مختص بمنطقة معينة لكن مشكلة الفيروس التنفسي المخلاوي هو عند إصابته للأطفال الرضع وصغار السن لأنه للأسف أنه الإصابات فيهم ممكن تطول شوي تقعد مدة أطول يعني بدل ما مثلا إحنا عارفين أنه أعراض البرد والإنفلوانزا بتخف تقريبا بعد أسبوع سواء بالعلاج أو بدون علاج لكن في الفيروس المخلاوي في الرضع ممكن الأعراض تستمر شوي والمشكلة الحقيقة شوية دي يا فندي مثلا ممكن تستمر لمدة إسبوعين أو ثلاثة لكن كمان في حذر من الإصابة به وخاصة في الرضع لأنه هو بيصيب الشعب الهوائية الدقيقة الصغيرة إصابته للشعب الهوائية الدقيقة دي ممكن أنه هو يترك أثر على المدى الطويل فيعمل زي نوبات من الحساسية عند الأطفال دون هنا الموضوع مش بيبقى التهف الشعب الكبيرة لكن بيبقى التهف الشعب الرفياء قوي اللي ممكن أنها تعمل نوع من الاختناء والديء للتنفس وعلشان كده بعض الأطفال الرضع اللي بيصابوا بالفيروس التنفسي المخلاوي بيحتاجوا لدخول المستشفى علشان ياخدوا علاجات دعامة وكمان ياخدوا أكسوجين إذا حصل أنه فيه ديء في التنفس شديد طبما إن حضرتك حدثت عن الأطفال الرضع برضو خلينا ناخد نصيحة حضرتك عشان لو فيه أمهات لسه أول مولود ليها ممكن ما يكونش عندها خبرة كافية هل حضرتك تنصح أن الأطفال الرضع يخرجوا دلوقتي أحسن يبقضلوا في البيت لو خرجوا يلبسوهم بشكل معين حضرتك شايف إيه؟ خلينا نتكلم على إجراءات الحماية بشكل عام إجراءات الحماية فيه إجراءات عامة يعني كلنا نعملها علشان ما نصبش وإجراءات متخصصة الإجراءات العامة هي معروفة برضو إحنا تكلمنا فيها في كورونا كتير كلمنا على أنه لازم الناس تتعرض للشمس وتستنشق هواء نصيف وتمارس الرياضة وتغذى تغذية صحية بدون مبالغة وبدون إفراط كمان النوم بشكل كافي وممارسة الرياضة والبعد عن الضغوط النفسية ومنع التدخين أو الإعادات السيئة اللي فيها إمهات الحاجات دي الحقيقة بتساعد إلى حد جبير على أنها تمنع الإصابة وتخلي جهاز المناعي في حالة توازن يقدر أنه يقاوم الأمراض لو عندنا مصاب لازم المصاب ده ياخد أجازه ويمتنع عن أنه هو يبقى في أماكن مغلقة موجود مع ناس أصحاء أو ممكن يتضرره بشكل جميل زي مثلاً كبار السن أو الأطفال إذا احتاج أنه هو يعتص أو يكوح لازم ده يتم في منديل ورقي وتخلص منه بشكل إيمة كمان إحنا علينا أن نتعلم بقى يعني عادات صحية مهمة زي أنه لو أنا بلمس يعني أسطح ممكن أن يكون حصل عليها التلوث أو حاجة زي كده أتعود دايماً أن أنا أغسل إيدي بالشكل الصحيح اللي هي نتخلص فيها من أي ميكروبات ممكن تكون عالقة في إيدينا وأبطل أحط إيدي بدون بغسلها على الوجه بشكل متكرر أو شكل ممكن ينقل العدو دي النصائح العامة وكل الناس لازم تعمل كده ودي يعني ما فيش تفرقة بين أي شخص وتاني وده يبقى إيتيت عام كمان إن إحنا علشان بقى نحصل على إجراءات حماية متخصصة علينا إن إحنا نحصل على اللقاحات إذا احتاج الأمر زي مثلاً مع دخول نوبات برد كتيرة أو حاجات زي كده نحصل على لقاح الإنفلوانزة ولقاح الإنفلوانزة بيوصى بيه لكل الناس لأطفال من عمر ستة شهور وللحوامل والكبار السن وللناس اللي بتعاني من أمراض تنفسية أو بتعاني من أمراض مزمنة كمان بعض اللقاحات المهمة زي مثلاً في جائحة كورونا إحنا كلنا حصلنا على اللقاحات علشان تحمينا أثناء الجائح ويمكن ده أصبح برضو مهم كمان علشان نحن ناخد جراءات تعزيزية خاصةً إذا كان فيه انتشار للأعداد المصابة بكورونا برضو يعني في الأسباب العامة زي اللي حرطتك ذكرتها ممكن نتكلم شوية كمان على بعض العادات الاجتماعية اللي محتاجين نرجعها مرة تانية لأن إحنا بحميمية الشخصية المصرية فكرة التقبيل مثلاً ودي فكرة منتشرة بشكل كبير جداً في المجتمع المصري ومحتاجين مرة أخرى نعيد المراجعة بعض السلوكيات ده صحيح يعني أنا الحقيقة بشوف ناس بيشوفوا بعض كل يوم مرات مش مرة واحدة كل مرة ياخدوا الحض مش بس كده يعني مثلاً بالنسبة للبنات مشهور إنهم مش بيقبلوا بعض مرة واحدة لا أربعة حب زيادة حب زيادة وده يعني عادة الحقيقة ممكن إنها تتسبب في مشاكل وخاصة لو مش حريصة على إنها مش الجهاز التنفسي بزرط يعني لازم يكون فيه نوع من الخصوصية في التعامل وحاجز إحنا بنحطه لنفسنا مش يعني نوع من التكبر وإنما نوع من العناية ولا احتياطات كمان موضوع غسيل الإيدين الحقيقة غسيل الإيدين شيء مهم جداً وغسيل الإيدين بالماء والصابون بس يعني إحنا مش عايزين غسيل الإيدين بمعاقمات أو مطهرات أو حاجات زي كده ده غسيل الإيدين بالماء والصابون بيمنع أكتر من 70% من الإصابات بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي يعني الناس اللي هي بتغسل إيديها بشكل متكرر بتحمي نفسها من مشاكل كتير كمان الناس اللي بتتداول الطعام مثلاً أو بتعده أو كده عليها أنها تراعي كل السلوكيات الصحية الضرورية المهمة وفي نفس الوقت الخضروات والفاكهة والحاجات الطازجة دي لازم فعلاً تتغسل بشكل كويس علشان نقدر نحمي أنفسنا دكتور حدريك كلمت عن نقطة مهمة وفكرة اللقاحات الموسمية إن كان ضد الفيروس كورونا أو حتى ضد الإنفلوانزا طبعاً كورونا في حالة الجرعات التعزيزية أو ضد فيروس الإنفلوانزا بس للأسف مرة المليون هنتكلم عن الحقن الغير معروفة اللي تبقى موجودة في الصيدليات اللي بيتم أحياناً النصحة بأن الحقنة دي هي تمنع الإصابة بفيروس الإنفلوانزا طول الشتاء رأي حضرتك سموها يعني ما ليش هزود بس على كلامة مجمونا كوكتيل يعني تروح مثلاً كوكتيل لها سمي مختلفة حاجة كده يعني هتحميك يعني تمام خلينا ندعب الناس يعني هم بيطلقوا على أي خليط بالوقت يبقى اسمه ساكلانس ساكلانس يعني يحطوا أي مخلوط على بعض وكده بيقولوا عليه ده كوكتيل أو ميكتشر أو ساكلانس باللغة الدارجة دلوقتي للأسف طبعاً أن الحقن دي ضرة جداً ضرة لأنها لا تقدم الحماية دي نمرت واحد نمرت اثنين وكمان مش بتعالج لأن احنا زي ما قلنا أنه المسبب الرئيسي للأعراض الموجودة هو فيروسات والحقن هي عبارة عن خليط من مضادة حاوي ومسكن وكورتيزون المضادة الحاوي هنا بيتاخد مرة واحدة دي ثابتة يعني الخليط ده أو الميكتشر ده ثابت يعني طبعاً هو بالثابت هو كل واحد بقى بيحاول يبدأ يعني يحط نوع من المضادة الحاوي اللي مش معروفة أو الجديد أو حاجة زي كده للأسف أنه المضادات الحيوية بيساء استخدامها بشكل كبير لأنه المضادات الحيوية لازم تتاخد بالجرعات المناسبة للمدة المناسبة للفترة المناسبة على حسب ظروف الشخص يعني إذا كان هو طفل أو مراعة حامل أو بتردع كبير أو صغير بيعاني من مشاكل صحية ولا لا فبالتالي لازم مراعاة كل الاحتياطات اللازمة أثناء إعطاء المضادة الحيوية ومرة واحدة غير كافية لأنه مرة واحدة ده اللي بيحصل أنه أنه نحن بنساعد على تكوين بكتيريا مقاومة للمضادة الحيوية وهنا دي أصبحت مشكلة كبيرة لأنه البكتيريا الموجودة دلوقتي استجابتها للمضادات الحيوية قلت ومنظمة الصحة العالمية الحقيقة بتنادي أو بتسرخ من هذا الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية حدث تانية اللي هي المسكنات والكورتيزون الكورتيزون طبعا معروف أنه إذا استخدم في غير محله ممكن يبقى له أثار جانبية هو بيرفع السكر وبيرفع ضغطه وبيجيب قرحة المعدة إذا استخدم غلط والمسكنات أعطاها عن طريق الحقن الوريدي ممكن أنها تكون ضرة جدا منسبب طبعا مشاكل في الكبد والكلة والأوعية الدموية وممكن تعمل حساسية قاتلة وبعض الناس فعلا حصل لهم وفيات نتيجة استخدام الحقن عايز أسأل حضرتك فيما يتعلق بين مضادات الحيوية لأنه إحنا عندنا كده اعتقاد شائع أو ناس كتير جدا يقولك يعني أخذ مضادات حيوي مباشرة عشان أخلص على البرد حتى التعبير ده يعني ما يستناش شوية البرد يروح أو يشرب سوايل دافية فبيلجأ للحل الأسهل أنه مع نفسه يروح السيدلية ويجيب أنتبيوتك أو مضاد حيوي أنت ألجأ للمضاد الحيوي والتصرف ده شايفه زي فندم اللي هو اللجوء مباشرة للاستسهار عشان أقضي أو أخلص على البرد زي ما بقولك زي ما اتفقنا أن المضادات الحيوية هي مضادة للميكروبات للبكتيريا فبالتالي لازم يتشخص أنه السبب المسبب لهذه الأعراض هي بكتيريا مراكبة الطبيب الأول وبالتالي الطبيب بيختار المضادة الحيوية على حسب البكتيريا اللي ممكن تكون مسببة للمرض سواء عن طريق الخبرة اللي هو بيقدر يقول أن المسببات معظمها ممكن تكون في المسببات دي أو أنه عن طريق عمل مزرعة للتأكد من المسبب وكمان استجابة البكتيريا للمضادة الحيوية والمختار المضادات الحيوية الحقيقة ما ينفعش أن احنا نستخدمها في أعراض شبه البرد ولنف الوالس والطبيب الشاطر بيعرف أنه إذا كان المسبب هو بكتيريا أو لا من علامات مهمة يعني منها مثلا ارتفاع شديد لدرجة الحرارة إفرازات ملونة زي مثلا إفرازات لونها مصفر أو مخدر وليها رائحة خاصة علامات حيوية بدأت تتأثر بشكل كبير نتيجة الإصابة في الحالة دي يبقى اشتباه وجود بكتيريا مسببة للأعراض الموجودة موجودة وبالتالي بنعمل بقى الاختبارات سواء نحن بنعمل الأشعات أو المزارع اللي بنطلبها للمريض علشان نقدر نتأكد من المضادة الحيوية المناسب للحالة دكتور رجلة ما حضر لك مرة تانية للقاحات عايزة أعرف ما حضر لك هل في مكان آمن ومحدد لتلقي هذه اللقاحات وهل ممكن لو في طبيب أو يعني في شخص تلقى استشارة من طبيب أنه ياخد دواء معين أو لقاح معين أو حاجة تحميل من كورونا هل يعفل من الإنفلونزا يقدر أنه يتلقها من صيدلية؟ طبعا وزارة الصحة الحقيقة وفرت كم كبير جدا من اللقاحات مع دخلة موسم الشتاء وإحنا عندنا فاكسيرا منتج للقاحات من مصد واللقاح طبعا ونقدر نقول أنه الإنتاج المصري واللقاحات الموجودة الحقيقة تحت إشراف وزارة الصحة ما فيش حد ياخد لقاحات إلا من مصادر موثوق منها سواء من الصيدلية في العلم المغلاقة اللي هي مخصصة لهذه اللقاحات أو من مراكز تلقي اللقاحات الموجودة أهمية الاهتمام بالنظام الغذائي لتقوية الجهاز الملاعف الحقيقة أنه الموضوع ده دايما يتم السؤال عنه أنا النهاردة عايز أقول نقطة مهمة قوي مين هم الناس اللي عندهم نقص في المناعة علشان نقول عايزين نقوي المناعة الناس اللي هم زي ما قلنا الأطفال الرضع والصغيرين وكبار السن الناس اللي بتعاني من مرض السكر أو خلل في وظائف الكلة الناس اللي عندها نقص في البروتينات في الجسم نتيجة مثلا أمراض زي وجود زلال بالنسبة كبيرة في البول مثلا أمراض الكلة أو أنه هو نتيجة حروق أو نتيجة قلة انتصاص البروتينات لمرض موجود في الجهاز الهضم كمان الناس اللي بتعاني من الأمراض الأورام أو السرطانات أو اللي بياخدوا العلاجات اللي هي مصبتة للمناعة هم دول المجموعة اللي بتعاني من نقص المناعة الثانوي إلى جانب طبعا الناس اللي بتعاني من نقص المناعة نتيجة الفيروسات وأشهرها طبعا الإنس هم دول اللي عندهم نقص المناعة التغذية بتساعد على أنه الشخص يبقى عنده مناعة متوازنة علشان كده إحنا عندنا احتياجات يومية لها الاحتياجات مش لازم نبالغ فيها إحنا بناخدها بشكل مظبوط إذا كنا بناخد تغذية صحية سليمة يعني بناخل أكل صحي أكل الصحي اللي بيحتوي على الخضروات والفاكهة بشكل كامل ومن غير ما يبقى فيه أي نوع من التصنيع الداخلي كمان اللي بيعاني بقى من مشكلات صحية زي أعراض مثلا التهابات شعبية أو برد أو حاجة زي كده ممكن إن احنا بنساهم في إننا نساعد مقاومة الجسم بإعطاءه بعض الفيتامينات اللي بتساعد على مقاومته بشكل جيد التغذية الصحية طبعا اللي هي يحصل فيها على السعرات الحرارية بشكل كافي من غير إفراط علشان ما نلاقيش الناس في الآخر زاد وزنها بشكل كبير وبدون إقلال علشان ما نلاقيش بقى فيه هزال عرض الناس هي دي التغذية الصحية كل محتوات أنا مش عايز أسمي لإنه إحنا الشعب المصري بجميع فئاته وطبقاته يقدر يحصل على احتياجاته بشكل كافي يعني الخضار البسيط مش لازم الحاجات الغالية قوي والفكهة البسيطة مش لازم الغالية قوي ممكن أنه هو يحصل منها على احتياجاته من الفيتامينات اللي بيجسم يحتاج طيب أخيرين يا دكتور ممكن الفيتامينات اللي بتبقى على هيئة كابسولات أو ما إيئة ذلك برضو دي ما فيهاش مشكلة بس مش ممكن الاستعادة أعتقد بها عن التغذية السليمة دي بنسميها مكملات غذائية وبنديها للناس اللي بتعاني من نقص فيها يعني مش لازم كل الناس تحصل عليها علشان ما نبقاش بنبالغ في فايدة هذه الفيتامينات زي ما قلت التغذية الصحية التغذية الصحية لو عايز مثلا فيتامين سي هو موجود في اللمون وموجود في البتوار موجود في الجوافة موجود في التفاح موجود في معظم الفكهة الطازة الفيتامين دال التعرض للشمس وبعض الأسماك ممكن أنها تعطيه فيتامين دال بشكل كويس إنما إذا كان بيعاني من نقص حقيقي في الفيتامينات دي بنضطر بقى أن احنا نستخدم المكملات الغذائية لأنه أنا شايف أنه معظم الناس بدأت تحتافظ بالمكملات الغذائية وكأنها جزء من عادتها اليومية وده مش يعني ملوش أي ضرورة لأننا ليس محتاجينه بشكل مكسف بالشكل هذا نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة والبطناء السابق بجماعة عين شمس نورتنا يا فاند شكرا نورتنا وشرفتنا شكرا على كل المعلومات القيمة التي حضرتك يديتها اليومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر